موسيقى وزير المعادل والصناعة يعقد اجتماعا مع عضاء الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين لتدارس وضعية القطاع الصناعي في بلادنا موسيقى أعضاء من الحكومة يؤدون زيارات تفاقط وطلاع لبعض الإدارات والمؤسسات التابعة لقطاعاتهم في العاصمة وداخل البلاد موسيقى إطلاق قافلة تحسيسية لإبراز مخاطر الاتجار بالبشر والتهريب المهاجريين تحت شعار دعونا لا نترك أي طفل على قارعة الطريق بإطالة مكافعة الاتجار بالأشخاص موسيقى السلام عليكم مشاهدنا الكرام أينما كنتم أعلنت رئاسة الجمهورية أنه بموجب مرسوم صادر اليوم تمت عين السيد محمد محفوظ براهيم محمد مستشارا برئاسة الجمهورية عقد وزير المعادل والصناعات التيام تيجاني ظهر أمس بقاعة الاجتماعات بالوزارة اجتماعا مع الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين خصصا لتدارس وضعية القطاع الصناعي في بلادنا وعبر الوزير في بداية اللقاء عن استعداده للقيام بما يلزم من أجل النهوض بالقطاع الصناعي تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد للشيهر غزواني الذي يعمل على تطوير القطاع الصناعة لرفع إسهامه في الناتج الوطني سبيلا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين محمد زين العابدين والشيخ أحمد ثمن مبادرة الوزير بالدعوة لهذا الاجتماع معربا عن استعدادهم في اتحاد أرباب العمل لمواكبة كل الإجراءات التي تتخذها الدولة للنهوض بقطاع الصناعة بوصفها ركيزة أساسية لكل تنمية الاقتصادية وفي ختام الاجتماع عصد الوزير تعليماته بتشكيل جهة مشتركة تضم ممثلين للوزارة واتحادية الصناعة والمعادن والطاقة لتحديد المشاكل التي تعيق النهوض بالقطاع من أجل تقديم حلول سريعة لها أدى وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية صباح أمز زيارة تفقد والطلاع لبعض المؤسسات والإدارات التابعة لقطاعه مكنت زيارته من التعرف على أداء المؤسسات والإدارات المزورة والإطلاع عن قرب على خدماتها المختلفة سوق السمك بن واكشوت كان المحطة الأولى من زيارة التفقد والإطلاع التي أدها وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية للإدارات والمصالح التابعة لقطاعه وفي هذا اللقاء عقد الوزير اجتماعا مع أوطر وموظف السوق وبعض ممثل الاتحاديات الوطنية للصيد التقليدي وقد قدم المدير العام لسوق السمك بن واكشوت شيبة حبيب سيد مولود عرضا تطرق فيه للمهام المتمثلة في تسير السوق وتزويده بالأسماك المحلية إضافة إلى تصطيرها للخارج وضمان صيانة المباني والمعدات والتجهيزات حسب المعايير الدولية مع توفير الظروف الصحية المناسبة لحفظ الأسماك وداخل أماكن تهيئة السمك تلقى الوزير شروحا عن الآليات المتخذة من أجل توزيع هذه المادة وفق الضوابط الصحية المتعارف عليها في هذا المجال أما المحطة الثانية فكانت المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك وفي هذا اللقاء مع طاقم المكتب قدم رئيس فرعا واكشوت الدكتور سيدي والخليفة عرضا تناول فيه الأهداف والمهام الأساسية المتمثلة في مراقبة البيئة المائية من خلال تنفيذ برامج رقابة الملوزات الكيميائية والجرزومية وتنسيق الانشطة الفنية والإدارية للمصالح التابعة لوصايته إضافة إلى تحديد الاستراتيجية العامة لديسي أم أس أم وسياسة الجودة وفق المهام الموكلة للمكتب الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك كانت المحطة الثالثة وقد استهل الوزير هذه الزيارة بعقد اجتماع مع جهازها الإداري والفني بولة التعرف على الخدمات التي تقدمها وخلال هذا اللقاء قدم المدير العام للشركة محمد لشريف أحمد إضاحات حول أهداف الشركة الرامية إلى تحسين جاذبية قطاع الصيد والبحث عن تنمية الموارد السمكية ويمداد السوق المحلي بأسماك عالية الجودة وخلق وتعزيز فرص العمل في قطاع الصيد قمت اليوم بزيارة لطلاع على سير العمل في هذه المؤسسات والدور المهم الاقتصادي والاجتماعي القايم به ونحثهم على ضرورة مضاعفة العمل لذاك إياك المواطن لذلك الخدمات المقدمة التي تقدم له في سرع وقت ممكن وفي حسن طريقة التي تقدم له هي أيضا نحثهم على ضرورة الانضباط في التسيير المال العام ونقول مال عام ونقول تسيير الوقت وتسيير المتلكات في صفة عامة معناها عنهم يا الله تنقبل الحيطة اللازمة لياك ذلك التسيير يكون تسيير شفاف ونزيه وخاضع للقواعد والمساطر القانونية لأن ما فهم أي تلمجال للمسامحة في الاختلالات على مستوى تسيير المال عام هذا يا الله يعود واضح للجميع وواضح للجميع أيضا ضرورة العمل في الوقت الالتزام بالوقت الالتزام بالوقت جزء من المال عام وفي كل محطة هذه الزيارة دعا الوزير إلى ضرورة الجدية في العمل ضمانا لإنتاج أكثر فاعلية ومردودية على الاقتصاد الوطني مبينا ضرورة تطبيق الآليات المناسبة من أجل تجسيد العدلة واحترام الشفافية في تسيير المال العام دعيا إلى تطوير القطاع والرفع من مستوى الانتاجية والدفع بها نحو آفاق أرحب وأشمل إلى ولاية البراكنا حيث أطلقت وزيرة البيئة والتنمية المستديمة صباح أمس بضواحي مدينة مقطع الهجار الحملة الوطنية للتشجير والبدر المباشر بعد من المنطق الوضاعة على مسارة دخولات الوكالة الوطنية للسوء الأخضر الكبير وزيرة البيئة والتنمية المستدامة مسعود منت بحام تزور مقاطعة مقطع الهجار في مستهل زيارة عمل تؤديها لولاية البراكنا من الأهداف الرئيسة لهذه الزيارة التي تدوم يوما واحدا الإشراف على إطلاق حملة التشجير والبدر المباشر في فضاء تدخلات السور الأخضر الكبير لسنة 2024 بعد مرور أكثر من أسبوعين على إطلاق الأسبوع الوطني للشجرة من موقع الوكالة الوطنية للصور الأخضر ببير البركة في وادل ناقة نلتقي اليوم مجددا لنواصل الجهود المشتركة من أجل تعزيز استدامة بيئتنا وترسيخ ثقافة حماية النباتات وتشجيع التشجير في حياة المجتمع تدركون أن المحافظة على البيئة تأتي ضمن أولويات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ القزواني التي جسدها في برنامجه الانتخابي تعهداتي وحققها واقعا على صعيد الاستدامة البيئية في إطار مبادرة السور الأخضر الكبير خلال مؤمريته الأولى حملة التشجير هذا العام سيتم خلالها غرص 180 ألف شجرة من الأنواع المحلية داخل المحميات ومواقع التثبيت الميكانيكي للرمال في عدد من مناطق الوطن باستخدام أحدث التقنيات والوسائل الفنية عملية البدرة مباشرة في تشمل مناطق الكراء والزمور والسانغرافة وولاية البراكنة مفتاح الخير جابر التاقلاج وولاية التريرز مناطق البمديد الزيرة والفرع في ولاية العصابة إضافة إلى مناطق أخرى على طول مسار السور الأخضر الكبير وفي سنة نسخة هذا العام سيتم استخدام أحدث التقنيات ما في ذلك الطائرات المسيرة وقرات البيور بهدف زيادة نسبة الإنبات والوصول إلى مناطق الوعرة وفي الأثناء أشهد رئيس جهة البراكنة محمد المصطفى والمحمد محمود إلى جانب عمدة بلدية مقطع الحجار بابول المصطفى الطالب العالم بتنظيم هذه الفعالية في ضواحي المقاطعة وما ستحققه عملية التشجير هذه من نتائج إيجابية يتوقع أن تسهم في استعادة المزيد من الأراضي المتدهرة وتوفير العديد من الفرص الاقتصادية للسكان وخلال هذه الزيارة تفقدت الوزيرة رفقة والي البراكنة محمد السالك مناطق التعدين الأهلي في ضواحي بلدية شجعر وهنا أكدت الوزيرة ضرورة احترام معايير السلامة والتحلي بأقصى درجات الحذر داخل ورشات المعالجة مشيرة إلى خطورة مادة الزئبق على البيئة والإنسان هنا أكفو إن شاء الله إلى خطة عمل محكمة تبدأ بالتحسيس وتبدأ بالدراسة مع القطاع الواصي اللي هو قطاع المعادن لتعدال نصوص قانونية رادعة ومنظمة نحن ما نضد على أن تخلق تنمية وعلى أن تخلق استخراج الذهب لمصلحة الاقتصادية للبلد ومصلحة المواطنين يقير في نفس الوقت خالق توازن لا بد منه توازن على الحفاظ على البيئة والتنمية إذن أعلن هذه مشكلة قاية في الخطورة وعلى أن الحكومة إن شاء الله الدور تعكف عليه وإن دور إن شاء الله راجعين فالله أعلن أن نوفقه نجبره لحلول عجلانة وفي هذا السياق طالب عمدة بلدية شقار المختار الأعمر بضرورة العمل على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل سلامة المواطنين وحمايتهم من المواد الضارة التي عادة ما يستخدمها المناقبون وكانت الوزيرة قد عينت قبل ذلك عددا من التعاونيات النسوية التي استفادت مؤخرا من بعض المشاريع الاقتصادية الممولة من طرف القطاع عبدالدود السيدنة الموريتانية من ضواحي بلدية شكار أدى مفوض حقف الإنساني والعمال الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني أمس زيادة فقد وطلع لمختلف الإدارات التابعة المفوضية إضافة إلى الهيئة الوطنية لمكافعة الاتجار بالأشخاص والتهريب المهاجر من أجل الاطلاع ميدانيا على مستوى العمل والخدمات التي تقدمها بعض الإدارات التابعة لقطاعه أدى مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني زيارة تفقد لعدة إدارات بمقر المفوضية حيث قدمت له شروح فنية مفصلة عن عمل هذه الإدارات والدور الذي تطلع به في سبيل تحقيق برامج المفوضية بعد ذلك زار المفوض مديرية الاتصال والتوثيق والتكوين التي تجول في مختلف المرافق التابعة لها وتلقى من القائمين عليها شروحا وافية عن آلية العمل المتبعة فيها وفي المحطة الأخيرة زار مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني مقر الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين حيث تفقد كافة المصالح والإدارات التي تشملها هذه الهيئة قبل أن يتابع عرضا مصورا قدم من قبل مدير الهيئة بيّن فيه ما قامت به هذه الهيئة من عمل وما أحرزت من إنجازات في مجال محاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين كانت في الآن زيارة التفقد والطلاع لجميع إدارات القطاع كانت مناسبة لحث العمال على ضرورة مزيد من الجهد والمثابرة في العمل والسرعة في تنفيذ الإجراءات لتحقيق الأهداف المبرمجة كما أنها كانت مناسبة لحثهم على ضرورة الالتزام بالاندباط واحترام الأوقات الدوام وأيضا تطبيق جميع الإجراءات التي نص عليها القانون لتسيير المال العام تأتي هذه الزيارة في إطار الديناميكية العمل التي تنتهجها الحكومة الجديدة وفي موضوع ضيصلة أشرف من بوضع حقوق الإنسان والعمال الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني سيد أحمد بنان أمس في النوغشوت على إطلاق قافلة تحسيسية لإبراز مخاطر الاتجار بالبشر والتهريب المهاجرين تحت شعار دعونا لا نترك أي طفل على قارعة الطريق بإطار مكافحة الاتجار بالأشخاص وستجب هذه القافلة التي تأتي ضمن أشطة مبرمجة في إطار الاحتفالات المخالدة لليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر مختلفة ولايات الوطن لنشر الوعي المجتمعي بخطورة هذه المسلقيات وعرض القوائن المجرمة لها وتحسيس المواطنين حول الجرائب المتعلقة بالاتجار بالأشخاص وتعزيس مشاركتهم في المحاربة هذه الممارسات البائدة والمنافية لمنبات حقوق الإنسان جرى حفل إطلاق القافلة بحضور المفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمال الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني الرسول أول الخد مهدير الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين أوضح أن القافلة ستجرب جميع مقاطعات الوطن بغية التحسيس بالقوانين التي اعتمدها المشرع الموريتاني لتجريم جميع أشكال الاتجار بالأشخاص هذه القافلة ستكون على مستوى المقاطعات وستقوم منظمات المجتمع المدني خاصة منظمات حقوقية بتحسيس المواطنين حول خطورة جرائم متعلقة بالأشخاص وكما تعلمون هذا التوجه عام للدولة هو محارفة الجرائم خاصة تتعلقونها باستقلال الإنسان للإنسان بالتالي على كل حال هي قافلة كما تعلمون السنوية وعلى كل حال ستقوم هذه قافلة بسيارة جميع الوطن وكذلك جميع مقاطعات الوطن من أجل التوعية والتحسيس حول خطور هذه المسلكيات التي تنتج عن بعض المرأسات البيضة التي حققت الحكومة أولوية عندها محارف جميع أشكال الشار والأشخاص على مستوى التراب الوطني نظام المجلس الوطني للشباب أمسية تأطيرية بمناسبة اليوم الدولي للشباب بحضور الأمين العام وزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية الناجي والخطري وفي كلمة بالمناسبة قال عضو المجلس عثمان والأحمد إن حكومة معي الوزير الأول السيد المختار للجاي تعي المكانة المركزية والمحورية للشباب في برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد للشهر غزواني فضلا عن الدول المحوري لهذه الفئة في تعزيز اللحمة الوطنية والنهوض بها وهو ما يجعلها مسؤولة عن التوعية بكل القيم الإيجابية مثل التماسك والتلاحم وتوطيد الوحدة الوطنية ومواجهة التحديات المتعلقة بالتشغيل والبطالة ومكافحة التطرف والجريمة المنظمة وكل الآفات الاجتماعية والاقتصادية الأخرى وخلال الحفل تم تكريم بعض المتفوقين في البكالوريا وتقديم دعم لخريجي دفعة التكوين المهني التي كونها المجلس بالتعاون مع عزلات التمكين إضافة إلى تقديم دعم لبعض منظمات المجتمع المدني النشطة في مجال تمكين الشباب على المستوى الوطني دوليا في هذه النشرة استشهد عبد من الفلسطينيين صباح أمس في غارتين إسرائيليتين على منزل من مخيم البريج وسيارة مدنية شمال رفح جنوبية قطع غزة وقد استشهد خمسة أشخاص من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم البريج وسيط قطع غزة فجر اليوم وقد خلف القصف عدن من المصابين الذين تم نقلهم إلى مستشفيين العودة بمخيم النصيرات وشهداء الأقصى بدير البلح مع وجود بعضهم في حالة خطرة وقامت عناصر الدفاع المدني بانتشار تسع فلسطينيين من تحت أنقاض منزل عائلة أبو صواوين في منطقة الحسينة غرب مخيم النصيرات وسط غضاع غزة الذي قصفته قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية ترجمة نانسي قنقر وصلنا مشاهدين كرامي لختام هذه النشرة عودة للتركيب بأبرز ما جاء فيها وزير المعادن والصناعة يعقد اجتماعا مع عضاء الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين لتدارس وضعية القطاع الصناعي في بلادنا أعضاء من الحكومة يؤدون زيارات تفقد والطلاع لبعض الإدارات والمؤسسات التابعة لقطاعاتهم في العاصمة وداخل البلاد إطلاق قابلة تحسيسية لإبراز مخاطر الاتجار بالبشر والتهريب المهاجرين تحت شعار دعونا لا نترك أي طفن على قارعة الطريق في إطار بكافحة الاتجار بالأشخاص موعدنا تجد الرابعة بحول الله شكرا لحسن المتابعة وللقاء ترجمة نانسي قنقر